اشتركوا في القناة اول شيء توقعتنا هذا الاسبوع رح تكون مختلفة شوي لانه انا بطلت اعمل توقعات شهرية فرح اضيف حركة الكواكب وتأثيراتها العامة على الابراج ايش هي او تأثيراتها عليك واش رح تكون وبعدين رح نحكي عن القمر لما بتنقل ايش التأثيرات الاسبوعية اللي رح يعطيكوا اياها من ايجابيات وسلبيات بالمقابل بتسمع برجك وبتسمع طالعك يعني بتسمع الاثنين مع بعض يعني بخلال ساعتين بتكون كل التوقعات نزلت على القناة فعشان هيك يلازم تسمع اثنين الان اللي ما بعرف طالعه بيلاقي في رابطين في صندوق الوصف الرابطين هذول واحد بيدله كيف يستخرج طالعه واحد على الموقع اللي بدي يستخرج منه طالعه او طريق كيف يطلع طالع تاعه هذه مسألة المسألة الثانية لازم تدمج ما بين التوقعين يعني البرج والطالع لانه ممكن الغالب عليك تطالع اكثر ممكن بتاخذ مناصفة ما بين الاثنين فلما تدمج بينهم بيطلع توقعاتك انت الشخصية بدون ما تراسل انت فلكي عشان يعمل لك توقعاتك فانت لحالك بتصير تعرف توقعاتك بس بعملية الدمج ما بين التوقعات هيك بتكون الامور بالنسبة للك اسهل وفي نفس اللحظة بتصير التوقعات باعلى نسبة تنطبق عليك خلينا نروح بداية على حركة الكواكب واش تأثيراتها العام عليك بالفترة هاي ككل يا موليد برج الاسد طبعا المعروف انه الان الشمس موجود في بيت متاعبك وفي نفس اللحظة عطارد بيتراجع في بيت متاعبك وهذا بعني انه الفترة هاي ضاغط عليك ممكن تخلق لك بعض الاعداء في الخفاء ممكن تلتغي بعض الاعمال اللي لك بطريقة مفاجئة ممكن تتفاجأ ببعض الاشخاص وتنهي علاقتك معهم ممكن تنصدم من بعض التطورات السلبية اللي ممكن تصير معك بالفترة هاي فبداك تكون جاهز ومستعد ومتهيئ لالغاء مشاريع او عقود او علاقات او اي امور بسبب هذا التواجد طبعا كل سنة لو راجعت انت الامور هاي بتلاقي انه بنفس الفترة هاي بتعاني من نفس الاحداث اللي انا بذكرها اثنين الزهرة موجودة الان في بيتك 11 بيت الاصدقاء لا يوم السبت تأثيراتها سلبية فعشان هيك بتلاقي في نوع من انواع الخلافات او الحدية ما بينك وبين بعض الاصدقاء وممكن تتهرب من بعض الاصدقاء او خسرت بعض الاصدقاء بالفترة الماضية ولكن من يوم السبت بتصير الفترة ايجابية بتدعم علاقاتك اكثر وبتبني لك مساحة اكبر من العلاقات وقاعدة كبيرة لدرجة انه يعني ممكن انت بكل يوم او بكل فترة يكون لك نوع من انواع الزيارات او التواصل او الراغبة بتقرب من اصدقائك بالفترة هاي الان المريخ اللي موجود في البيت الثامن وبدي انتقل على البيت التاسع بيعمل فوضى دائما في فترة الانتقال فعشان هيك الاسبوع هذا رح تلاقي الفوضى كلها بتطال امور الها علاقة في الاموال يعني التزامات او مصاريف او ديون او بتفقد بعض مقتنياتك ممكن مطالبات مالية ممكن اشيء العلاقة في البنوك في الضريبة في التأمين بتحولات مالية كلها هاي الاشياء بصير عليها بعض المشاكل بالفترة هاي وبتزيد عندك الراغبة للمصاريف اهم اش انك ما تكفى الحد وما تدخل في اعمال مالية مشبوهة دون دراستها بشكل جيد بس ينتقل على التاسع ويعطيك من تأثيرات التاسع بتصير المشاكل الها علاقة بامور الها علاقة بالسفر في اولها بس لما يثبت في الحمل بلا بعضيك ايجابية بصير راغبة للسفر او عروض للسفر او للتواصل مع اشخاص خارج البلاد ولكن بالفترة هاي ممكن مشاكل او تقلق على احد الاشخاص خارج البلاد او خلاف مع شخص وتخسره وممكن برضو امور الها علاقة بالاوراق او المعاملات القانونية تظهر بشكل مفاجئ وما تكون لصالحك فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد خوفا من تطور هاي الامور الان البيت السادس لايلك اللي هو الجدي اللي بيأثر على امور الصحة مع الان الشمس اللي في بيت متاعبك وعطارد اللي في بيت متاعبك برضو لهم علاقة بالصحة فهذا نفس الاشي العلاقة بالعمل والعلاقة بالصحة فعشان هيك بدك تكون حذر من يعني تطور بعض الامور الصحية عندك او تدهور صحي او مرض بشكل مفاجئ تحتاج فيه لزيارة الطبيب او مراجعة الطبيب بشكل مفاجئ ممكن الاهتمام بالادوية او بامور صحية اهم اشي انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية وبالنسبة للعمل ما تخلي اعمالك تتراكم ما تحاول انك تمسك اكثر من عمل مع بعض وما تغامر وما تجازف بسمعتك اثناء او في مكان عملك او بالعمل اللي انت بتقوم فيه خلينا نروح الان على توقعات الاسبوع وخلينا نشوف ايش هذا الاسبوع بيحمل لك طبعا من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر بصير بالعذراء فعشان هيك بالفترة هاي بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة ممكن بالفترة هاي تناقش موضوع مالي او تهتم لبعض المسائل المالية اهمش انك ما تتسرع في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل اهمش انك ما لا تبذر باموالك بدك تكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود حدد اهدافك بالفترة هاي من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود في الميزان فعشان هيك الفترة هاي بتكون حافلة بالنشاطات يعني والتنقلات والاهتمام بامور العلاقة بالسيارة او بالهاتف فبتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع اخ او جار هاي الفترة بتكثر فيها النشاطات حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك ما تتردد بالتحرك واهم اشي ما تعصب لان هاي الفترة بتشحنك بطاقة سلبية فممكن تخسر اي نتائج ايجابية من وراء عصبيتك من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود بالعقرب وهذا بيتكم الرابع يعني المسؤول عن بيت البيت فهاي الفترة بتنهمكوا في ادخال التعديل على مساكنكم منكم ممكن يغير سكنه او يميل للتقرب من افراد العائلة اكثر او لا مساعدة افراد العائلة مساعدته يمد يد العن الو او هو بالعكس ممكن هاي الفترة ادخلك فترة مواجهة مع الحبيب او مع افراد العائلة الفترة هاي بكون فيها نوع من انواع التوتر ممكن تضطر للاهتمام باحد افراد العائلة او بعطل منزلي اهم اشي انك ما تهمل صحتك من فجر يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في القوس فبتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم يبتنفرج اساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة ايجابية ومناسبة لطرح الافكار والارتباط فما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والاحباء اهم اشي ان بالفترة اعمل مصالحة معينة وصحح اخطائك ما تدخل بخلافات مع احبائك او مع ابنائك بالفترة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء